لكي يتعادل ويفقد نتيجة اللقاء هو الآخر يبحث عن تحقيق النتيجة الإيجابية وتحقيق الثلاثة نقاط نتحدث عن اللسوح لصاحب 11 نقطة في المركز الثاني مفتاح العلم يعطي خطأ شوطة لقاء الأول من هذه اللقمة أول على التنفيذ كحول يعكس العرضية خطيرة داخل المنطقة كرة خطيرة ولكن الصافرة كانت موجودة الخطأ يعطي مفتاح العلمي تجاه المرمى لعادة من أكثر من زاوي أمامنا محمد نشنوش يلعب كرة في المساحة باتجاه صهيب البوش واحد على واحد مع ويسام صهيب ويسام بوسنينة والبوش يتفوق قلب الدفاع للتونسي في المواجهة التونية الماضية مع مواجهة فريق السويح لصيب البوش هنا أمامنا لقطة لعادة للعرضية والمباراة التي تدور في إطار كما ذكرنا الجولة السابعة من الدوري اللي بيلا ممتاز واندي التل مجموعة الثانية المساحة العالمي يتحدث مع أحد المصوي وكذلك نتحدث عن الطبال والقديري لأخذر ترابلس فريق الأهلي كرة وتصويب عن طريق فرش كوبا تحور دفاع فريق الأهلي الكرة من جديد على الجال يومنا عنده الطبال الطبال يحكس العرضية الكرة عند علي شنينة توقع ممتاز الطبال والعرضية موجودة الكرة خطيرة الآن عند محمد المنير فرصة لعب العرضية باتجاه صالح الطهر تصويب الكرة خطيرة ضعت من طريق صالح الطهر والتصويب الكرة كانت زاحفة عرضية عن طريق محمد الله الطبال الكرة من صالح الطهر على الجال يمني عند الطبال الطبال الموزعج يحكس العرضية ولكن شنينها عادولات وانتصار وخسارة جمع فريق قلالي عشاني يبحث عن المنقوش وهذا في رأس الشليق التصويب من مسافة كرة قوية كرة مباغتة وتصويبة كانت قوية عن طريق فائز سعد تقريبا مدالك ديري يلعب كرة في المساحة خطيرة الآن باتجاه عبدالله العرفي سقوط موجود ولكن الحكم يامر باستمرار اللعب ولا يشير لوجود أي شيء في لقطة الماضية عبدالله العرفي وبين اللعب الوسط فائز سعد في تشكيل فريق قلالسوح للسلامات بكل تكيد الكرة لا تزال المحاولة قائمة والتصويبة موجودة ولكن سهلة الجديد في آخر كرات ربما هذا الشوطة الأول تلعب الكرة خطيرة دخل المنطقة لا تزال المحاولة تصويب الكرة ضاعد راح السوحلي هانس كحول لسوحيب البوش البوش كرة خطيرة خطيرة خروج موفق من ناشنوش اللقاء ونشاد مباراة قوية تصويبة كانت عن طريق عبدالله العرفي مدرب فريق السوحلي كرة تلعب بشكل مباشر ثابتة داخل منطقة الجزة كرة خطيرة جول جول صالح الطار كما جاءت كما جاءت صالح الطار يضع الكرة في المرمى طار هنا أمامنا لقطة لعادة طبال في التنفيذ الكرة رسية وبعدته الطار كما جاءت برافو صالح الطار ملمس واحد بوانتوتش كرة زاحفة على يمين علي شنينها كرة قوية منواجمها الدف أصل الكرة بالفعل باتجاه أبو بكر الحشاني الحشاني يبحث عن معادة صغير اللاعب الذي دخل بديلا في دقائق قدل شوطل ثاني صاحب رقم ثلاثة في تشكيل السوحلي دخل منطقة الجزاء مويدة قمودي يمشي مويد يوصل الكرة اللي صار الكرة خطيرة أبو بكر الحشاني دخل المنطقة خطيرة ضاعت خطيرة ضاعت لا تزال عند الحشاني مويدة صغير معادة صغير معادة صغير ضاعت معادة صغير كرة خطيرة والتمرير من البداية عن طريق مويدة قمودي يعني صار باتجاه الحشاني العرضية لعبة أمامنا لقطة لعادة التصويب كان موجود من معادة صغير والفرصة ضاعت بشكل غريب استمر بتقدم وتفوق للضيوب فريق الأهلي من أمامنا السوحلي العلي شنينة يلعب كرة بالتجاه كان دي إدوالي إدوالي يعلي من عند لعبي فريق السوحلي فراين برويس يطول لعب عند فرج كوبا كرة خطيرة كوبا بلمسة داخل المنطقة ولكن ويسام ويسام أبو سنينة يبعد دل كرة شكل قصير مويدة قمودي يلعب مع الحشاني الحشاني بلمسة عندي كان دي إدوالي يلعب الكرة طويلة داخل المنطقة بالرأس الكرة خطيرة ضاعت الكرة خطيرة ضاعت ولكن الراية كانت موجودة حسين حكم لقاء والمساعدة الثاني على حسين يشير إلى وجود تسلل على مهاجم فريق اللسوح ملعب فايز سعد فايز سعد ودى القمودي القمودي يعلمين العرضية موجودة داخل المنطقة الكرة خطيرة ضاعت مواجهة المرمى يفايز في مواجهة المرمى يسعد صوب بكل قوة ولكن الكرة كانت تفتقد لدى